بهدف تقديم الدعم الإيجابي والتعبئة النفسية لمرضى سرطان أقيم معرض تحت شعار خليكوردي من خلال فن الانستليشن الذي يعرف بفن تركيب العمليات الفنية وتشكيلية المعرض ضم عددا من الفقرات الفنية لتقديم الدعم اللازم للمرضى والتأكيد على إمكانية الشفاء كثيرة هي الأمراض التي باتت تمتشر في العراق جراء الإهمال وترد الواقع الصحي في البلاد إلا أن أمراض السرطان واللوكيميا تعد أخطرها وأكثرها انتشارا في وقت ينظر فيه المجتمع إلى المرض على أن الشفاء منه شبه مستحيل هذه النظرات دفعت منظمات ومؤسسات غير حكومية إلى السعي بشتى الطرق والوسائل إلى تقديم الدعم المعنوي لمرضى السرطان لبث روح الأمل بالشفاء وتحدي المرض نحن مجموعة سنقدم شيء يساهم في تشجيعهم ودعمهم ورفضهم بكل طاقة إيجابية لازمة للاستمرار بالعلاج علاج برض السرطان اللي هو يتوقف على أنواع وأشكال نحن دائماً حبينا بهذا المجهود نساهم أنه هذا الدعم نرفده بهذه الأجواء الأجواء التي هي أجواء إيجابية تضمن مجموعة فعاليات ومجموعة نشاطات وعرض سينمائي لمحاربة السرطان فقرات وأدوار مختلفة للمشاركين في المعرض تصب جميعها في التوعية الاجتماعية والنفسية للتعامل مع المرض حيث تؤكد الدراسات أن العامل النفسي يساهم بشكل كبير في التخلص من هذا المرض العضال دوري يختلف عن أعضاء الفريق نوعاً ما بشي صغير كوداً أنا مو بس مشاركة ومتطوعة فريق سالون بغداد الوردي وإنما أنا كنت مصابة بسرطان الثدي وتعالجت منه الحمد لله وشكر فأني أضمن لائحة محاربي سرطان وليس مجرد بس عضو فريق سالون بغداد الوردي شفنا هواي نقاط سلبية من الناس اتجاه هذا المرض واتجاه المصابين به فحبنا نصلط الضوء على هذه النقاط السلبية والناقشها فقررنا نأسس هذا فريقنا سالون بغداد الوردي حتى نطرح هذا المرض بصورة إيجابية انواع الناس عن المرض وعن المصابين به وما يشعرون به وكيفية التعامل معهم حتى نخفف عليهم عبء هذا المرض والضغوطات اللي يتعرضوا لها خليك وردي واسم يشير إلى الشعار العالمي الزهري اللون لدعم مرض السرطان واسم حمله المعرض في جهد شبابي غايته غاية في الإنسانية